موسيقى من جبل القفزة من واصل تعليمنا عن نبوات المسيح عن موته وطبعا صلبه وموته وقيامته أيضا قلنا أنه المسيح تنبأ وطبعا في صور كثيرة يحنى قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم المسيح قال لليهود أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام كما قال أيضا لنقديموس كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ثم قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف بضحر ثم قال أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى وفي إنجيل يحنى بيتكلم عن حبة الحنطة في الأرض متى سقطت وماتت طبعا تزهر وتثمر وتأتي بسنابل كثيرة هذا عن طريق قيامة الرب يسوع المسيح طبعا في إنجيل يحنى إصحاح 12 اتكلم عن آية ينان كما كان ينان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا أيضا ابن الإنسان إشارة إلى موته دفنه وقيامته أيضا ثم قال في إنجيل مرقص لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لكن أحبائي طالما أنا واقف في مكان مهم جدا وادي ماجدون أو هار ماجدون بتشوف من هذه الجهة جبل التجلي اللي بسميه الرسول بطرس الجبل المقدس عندما أخذ طبعا بطرس ويحنى ويعقوب على راس الجبل كانوا مع يسوع المسيح على الجبل المقدس وطبعا سمعوا صوت من السماء ورأوا النبي إليا والنبي موسى طبعا موسى بذكرنا عندما أخرج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر ونتذكر خروف الفصح الذي يرمز إلى يسوع المسيح لأن المسيح فصحنى وأيضا إليا النبي الذي كان يأتي قبل مجيء المسيح ليهيئ الطريق وليعد الطريق أمام الرب يسوع المسيح لاحظ كلماته أنهم ظهروا بمجد وتكلموا عن خروجه يعني عن رحيل الرب يسوع عن موته وقيامته بهذه الصورة الذي كان عتيدا أن يكمله في أور شليم طبعا عم بكلمه تشجيعا للرب يسوع المسيح بطرس فرح لهذا المنظر قال فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولإليا واحدة ولموسى واحدة فطبعا اختفى إليا وموسى عن الصورة فهذه السحابة النيرة التي ظللتهم طبعا سمعوا الصوت هذا هو ابني الحبيب طبعا بيتكلم عن الرب يسوع المسيح موسيقى 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 موسيقى